من بين كل السياسيين اللبنانيين للموارن فحسب سليمان فرنجي هو الاكثر قربا من عائلة الاسد اولا مع باسل الاسد ثم مع الوريث الثاني بشار الاسد وحاشيته لذلك تبدو خطوة الحرير مستغربة ولا يمكن تفسيرها لبنانيا فالهروب من ترشيح ميشال عون الى فرنجية هي كالمستجير من الرمضاء بالنار الترشيح لقى سخرية لبنانية وقال سياسيون وصحفيون ان الحرير يرشح شخص صغرد وابا ضاي مأبول في صغرطة وفي قضاء صغرطة وفي محافظة اللاذقية ولكن بعيدا عن المزاح خطوة الحرير تلقى دعما من رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جومبلاط والاهم من هذا وذاك مباركة السعودية فالرياض لم تعد مبالية بحلف فرنجية مع الاسد الآي للسقوط وترى في ترشيح فرنجية افضل الشرور مقارنة بميشال عون ممثل حزب الله وطهران فحصة ايران بعون اكبر من حصتها بفرنجية الرياض رحبت ونفى سفيرها في لبنان علي عواد عسيري وقف بلاده خلف هذه الخطوة ولكن مراقبين استبعدوا ان يقدم رئيس تيار المستقبل على هذا الترشيح دون موافقة الرياض فرنجية في ترتيب الكتل النيابية المسيحية هو الرابع بعد التيار العوني والقوات اللبنانية والكتائب وترشيحه لن يحظى بقبول ميشال عون ابدا ولكن مصادر في بيروت تقول ان حزب الله قد يقبل بفرنجية في اطار صفقة يقوم فيها فرنجية بتغطية عودته من مغامرته السورية بعد الحل السياسي المرتقب سليمان طوني فرنجية هو حفيد الرئيس اللبناني الاسبق سليمان فرنجية الجد الذي في عهده بدأت العلاقة الغامضة بين الزغرتة والقرداحة فهو من ارتكب مجزرة بلدة مزيارة عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين بعد ان قام رجاله بقتل نحو اثنين وثلاثين مصليا داخل كنيسة بالرصاص في صراع بين عائلات الزغرتة على الزعامة السياسية اذ كان الوفرنجية والمعوض في حلف يواجه حلف عائلتي كرام والدوئهي بعد المجزرة هرب سليمان فرنجية خوفا من الثأر المألوف جدا في صغرتة والتجأ الى القرداحة عند ال الاسد حتى هدأت الامور ورد الدين لاحقا لعائلة الاسد فحافظ الاسد واثرى محاولة انقلاب فاشل عام الف وتسعمائة واثنين وستين هرب الى لبنان في ضيافة عائلة فرنجية اما ما الذي يجمع حافظ الاسد العلوي الاشتراكي مع عائلة مارونية اقطاعية يكرهها البعث فذلك يحتاج الى زمن لانتظار فتح ملفات اجهزة المخابرات في الدول الكبرى وفي الثالث عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وخلال رئاسة فرنجية وقعت حادثة عين الرمانة التي كانت الشرار التي فجرت الحرب الاهلية اللبنانية وفي حزيران عام الف وتسعمائة وستة وسبعين طلب من حافظ الاسد ارسال قوات سورية الى لبنان وفي الثالث عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين هاجمت مجموعة من القوات اللبنانية اهدن واغتالت ابنة طوني وزوجته ونجا سليمان الحفيد من المجزرة بالصدفة وسمح فرنجية الاجميل قادة الكتائب وتحلف مع المسؤول التنفيذي عن المجزرة الاحبيق بسبب قربه من النظام السوري وصب غضبه على جندي صغير اصيب قبل المجزرة هو سمير جعجع لخصومته مع النظام الاسد سليمان فرنجي الحفيد مشهور بانه ارعن فقد وصف رفيق الحرير قبل اغتياله بافعق ريطم وتميز بمناكفاته للساسة اللبنانيين من منطق سطحي ويؤمن بشدة بالصدام الماروني السني وتناقض المسيحية مع الاسلام ترجمة نانسي قنقر